السلام عليكم ستكونوا بيخيروا على خير اليوم سنشارك معكم تجربة ديالي في الرسم بالورق الذهبي بحيث سنستعملوا في الخلفية الرسمة سنحتاج الساق باش سنصقوا الورق كي نبزل الأنواع الساق يختلفوا في المدة كي ياخدوا بشي ينشفوا كي ينشف في جدقائك وكي ينشف مدة طويلة كنديروا طبقه الأولى كنخليوهينشف كنديروا طبقه الثانيه كنخليوه ثلاثين دقيقة عاد كنديروا طبقه أخرى ومن اللي كنشف عاد كنديروا الورق الذهبية فاش كنبدوه أول حاجة كنديروا الثقاف الجناب بفورشات صغيرة كنحاولو أنها لا تدخلش لحييز الرسمة حيث أي بلان صدرنا فيها الساق هيتلسقو لنا فيها الورق عاد من بعد نديروا الساق الكامل اللوحة فاش كنشف اللساق كناخد الوراق اللي كيكونوا مجمعين فبكيها بحال هذي وكيكونوا رقاق بزاف على ذاك الشيكين الزهم بشوية حيث يقدروا يتقطعوا ومن الأفضل أن نوضعوهم بهذا الطريقه باش ما يتقطعوش باش ما يتقطعوا كنان حيث تحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ما كملت وزولت البقايا ديالوراق رشيت عليه سبعة من الفوق حاولت انا نستعمل الوان اللي كانين في الرسمة باش يكونوا متنغمين وهذه مرحلة اللي كانت تعجبين بزدف كان خليها يكون عندي فائد في الطاقة الإيجابية بشأنني نترجمها في اللوحة وهذه هي نتجة نهائية شكرا لكم على المتابعة كانت هذه تجربة ديالي بالرسم بالورق الذهبي على اللوحة